فضة سهاج نظمت منطقة سهاج للميني فوتبول المعروفة بكرة القدم المصغرة نظمت فعاليات اليوم الرياضي والذي حضره الأستاذ أحمد سمير سليمان مدير الاتحادين العربي والمصري للميني فوتبول ليطلق لأول مرة في مصر الميني فوتبول أو كرة القدم المصغرة لذوي الهمم ليوجه رسالة لكل أبنائنا من ذوي الهمم بأن لديهم الطاقات الكامنة التي تنمو بالتدريب السليم مؤكدا أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بهم لدمجهم في الحياة المجتمعية من سهاج تفاصيل وعوفة مع زميلين عبد الفتاح الدقيشي وعند فوزي عبد الغني الأستاذ أحمد سليمان رئيس الاتحادين العربي والمصري للميني فوتبول كرة القدم المصغرة أن مصر تشهد مرحلة حقيقية من البناء والتنمية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يولي اهتماما كبيرا بالشباب في كافة المجالات وليست الرياضية فقط جاء ذلك أثناء حضره فعليات اليوم الرياضي الذي نظمته منطقة السهاج للميني فوتبول ليطلق لأول مرة في مصر والعالم الميني فوتبول لزو الهمم لمشاركة مواقين سهاج والاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة وهنا من سهاج اليوم بنعلن حاجة جديدة وحدث خاص بمحافظة سهاج وهو إطلاق رياضة الميني فوتبول لزو الهمم والبداية ستنطلق من الصعيد صممت أن أكون من الصعيد وتحديدا من محافظة سهاج الشيء الثاني النهاردة عندنا احتفال بيوم رياضي للميني فوتبول أطلقناه النهاردة في سهاج لكي يواكب احتفالات محافظة سهاج بعيدها القومي هذا العيد الذي انتصر فيه أبناء سهاج سنة 1799 على المحتل الفرنسي وطردوهم هنا من جهينة في معركة جهينة الشهيرة الشيء الثاني اليوم الرياضي النهاردة بيشهد فيه سلاس كؤوس يتم تقديمهم للاتحاد المصري للميني فوتبول وهو كأس خاص بزاوئ الهمم في المباراة التي تقام لزاوئ الهمم كأس خاص بالسيدات أنا فخور جدا أنه عندنا فريق هنا من سهاج مركز شباب الري بنات وصل فريق أول النهاردة وصل للتصفيات النهائية في الدور الممتاز للميني فوتبول والنهاردة إذن بنتنا بنت سهاج بنت الصعيد موجودة في تصفيات نهائية لبطول الدور الممتاز يسعدني جدا كمؤسس رئيس الاتحاد النهاردة هم عظيمات مصر كما يطلق عليه هنا فخامة الرئيس عفتاح السيسي فالمرأة المصرية هي الأم وهي الأخت وهي الزوجة لها مننا كل تقديم الاحتفالية بدأت بالسلام الجمهوري ثم آيات من الزكر الحكيم ثم طابور العرض لجميع الفرق المشاركة ثم كلمات الترحيب والفقرات الفنية والتروحية وعدد من المباريات وتدشين رياضة الميني فوتبول لزو الهمم وكانت المباراة الأولى لزو الهمم والتي فاز فيها فريق أكاديمية البناء على فريق نادي جيل المستقبل شهد فعاليات اليوم الرياضي الذي أقيم بجزيرة الزهور بمدينة ناصر الدكتور رأفة السمان وكيل وزارة التضامن والدكتور محمد زكريا وكيل وزارة الشباب والرياضة والأستاذ أحمد محروس رئيس منطقة البني فوتبول بالمحافظة والأستاذ فتحي غريب نائب رئيس المنطقة والكابتن أشرف مهران رئيس لجنة الحكام بالمنطقة ولفيف من أعضاء مجلس الإدارة ومحبي رياضة الميني فوتبول بالمحافظة النهاردة بصدد زيارة سيد الأستاذ أحمد سمير رئيس الاتحاد المصري والعربي ونائب رئيس الاتحاد الأفريقي للميني فوتبول وهو النهاردة بيشهد اليوم الرياضي للميني فوتبول بمشاركة عديد من الهيئات الشبابية وراضية على أرض محافظة سوهاج بمركز شباب الظهور والنهاردة بصدد انطلاق الميني فوتبول لزوي القدرات والهمم اللي بتنطلق من محافظة سوهاج على مستوى جمهورية مصر العربية خالص الشكر طبعا لجميع المشاركين والجميع الحضور النهاردة في فعليات اليوم الرياضي واللي بيحتضن النهاردة أكثر من فقرات فنية بالإضافة إلى بعض المباريات الشبابية ومباريات ما بين الكرة قدم السيدات وأيضا النهاردة هيكون فيه إن شاء الله مشاركة لزوي القدرات والهمم معنا طبعا بنشكر رئيس الاتحاد لتشريفه اليوم لنا بنشكر معالي السيد الواطر اللي فيه محافظة سوهاج على الدعم الكامل لنا كمديري الشعوب الرياضة والدعم الكامل للميني فوتبول طبعا بتوجهات السيد الدكتور محمد فريد شوقي واللي بيولي للاتحاد المصري والألعاب الجامعية والفردية وبخاصة الميني فوتبول كافة أطر الدعم المادي والمعناوي وشرفونا بالحضور النهاردة فرق المراكز الشباب الزهور والمستقبل وبيت علام ومركز الشباب الشيخ مكرم وجمعية بناء وشرفونا من المحافظة بالحضور وكيل وزارة الشباب والرياضة ومجموعة كبيرة من القيادات قيادات محافظة سوهاج ونشهد يوم رياضي جميل وان شاء الله نلاقي استحسان وإقبال من الأندية على الاتحاد الميني فوتبول ولعبة شبابية كويسة وان شاء الله تنتشر في سوهاج وفي باجي الصعيد طبعا نهاردة شرفنا بحضور السيد الأستاذ أحمد سمير سليمان رئيس اتحاد منضية الميني فوتبول طبعا شرفنا بيف محافظة سوهاج في احتفالات العيد القومي بمحافظة سوهاج طبعا أنا حابب أعرفكم بالميني فوتبول الميني فوتبول هي رياضة شعبية تأسست عام 2020 شاركت بها أحد المراكز مركز شباب بيت علام مركز شباب الزهور مركز شباب الري مركز شباب بيت فؤاد عباس طبعا الفرق كلها شراكت معنا وفي نزلة لعبة في الدورة الممتاز وحصل نجاح كبير في بطولة الميني فوتبول وطبعا احنا عايزين دعمكم المستمر ونتمنى من جميع أنديت ومراكز محافظة سوهاج المشاركة في الميني فوتبول تابع لكم فعاليات اليوم الرياضي الذي نظمته منطقة سوهاج للميني فوتبول بجزيرة الزهور بمدينة ناصر عبد الفتاح الدقيشي لقناة طيبة